من جديد ترفع الأحزاب والكيانات السياسية في العراق شعارات تتحدث عن الإصلاح والتغيير ومكافحة الفساد بهدف الترويج لبرامجها وخططها المبكرة قبل المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقررة في شهر كانون الأول المقبل وظهرت في الأسابيع الماضية شعارات من ضمنها التغيير وبداية الإصلاح ومكافحة الفساد والمحافظة على أموال إعمار المدن المستعدة من تنظيم داعش إضافة إلى رفع شعارات طائفية من قبل بعض الأطراف في الإطار التلسقي يقابل ذلك على الأرض انعدام لثقة العراقيين بهذه الشعارات التي تتكرر في كل انتخابات من دون أن يتحقق منها أي شيء صحيفة ذنيو أرب قالت في تقرير لها أن الأحزاب التقليدية في مأزق وجودي بسبب الصخط الشعبي من الشعارات السياسية والحزبية والانتخابية والتي تتعرض شعبيا للتندر والسخرية لا سيما تلك التي تأخذ طابعا جدا في محاربة الفساد الإداري والمالي نظرا لتكررها بشكل كبير من دون أي نتاج ويقول مراقبون أن مستوى المشاركة في الانتخابات يتراجع شعبيا وهذا مؤشر واضح على عدم القبول بالأحزاب الحالية والمطالب المتزايدة بتغيير النظام بشكل كلي كما أن الشعب لا يثق بحكوماته التي تقودها أحزاب أثبتت فشلها طيلة عقدين من الزمن وبالتالي فإن ما يصدر عن هذه الأحزاب من وعود ومطالب مستقبلية وشعارات هو مبعث سخرية للعراقيين فكيف يمكن أن ينجح الحزب الذي فشل مرارا ويتمسك بنفس العقلية في المستقبل وسجلت مفوضية الانتخابات في العراق 281 حزبا وكيانا سياسيا بشر معظمها بالتنافس مبكرا للسيطرة على مقاعد مجالس المحافظات التي تتولى مهمة اختيار المحافظ ومسؤولي المحافظة ولها صلاحيات الإقالة والتعيين وأقرار خطة المشاريع بحسب الموازنة المالية المخصصة للمحافظة من الحكومة في بغداد تنافس كبير وصراع تعود عليه العراقيون الذين يدركون أهميته للأحزاب التي طالما بحثت عن المكاسب والمغانم فقط دون الاكتراث لتقديم أي خدمات أو بنا تحتية قوية للمحافظات وساكنها